مولة النقاب انتشر هذا الاسم مؤخرا بين سكان العدوتين وتدوله رواد شبكة التواصل الاجتماعي الكل يتحدث عن مناقبة مجهولة الهوية ظهرت في مدينة سنة تهاجم الفتيات بشفرة حلقة لتشويه وجوههن فمصحة هذا الخبر المنطقة الإقليمية للأمن بسلع كدبت الخبر وأكدت أنه مجرد إشارة ترمي للمس بأحد الحقوق الأساسية للمواطن وهو الشعور بالأمن وفتحت في نفس الوقت تحقيقا في الموضوع مصالح الأمن فتحت بحث في الموضوع من أجل تحديد ملابسات وخلفيات إشاعة مثل هذه المزاعم التي تمس الإحساس بالأمن وإني أنفي بشكل قاطع كل هذه الإشاعات المتذاولة إشاعتنا تنضف إلى العشرات ممن وجدتها في الشبكة العنكبوتية وخاصة في الفيسبوك مكانا للانتشار بفضل التدول السريعي للمعلومة هناك مسؤولية كبيرة للجهات الأمنية والجهات المعنية كافة بأن توفر المعلومات ذات المستقية العالية لمواجهة هذه الظاهرة أو هذه الحالة لفعلا في ظروف وسائل التواصل الاجتماعي الجديد توجد كثير من الشروط بش يمكن تنتشر بواحد طريقة استثنائية وتخلق واحد الدراب بالنسبة للمجتمع ولاية أمن الرباط تؤكد في نفس الوقت أنه بالإضافة إلى فتح تحقيق في الموضوع للوقوف على من يقف وراء هذه الإشاعات التي وصفتها بالكاذبة ستعمل في نفس الوقت على التفاعل الفوري معها من خلال الحرس على سيانة وضمان شعور المواطن بالأمنة